بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم في برنامج Word يحصل كثيرا أن يكون لديك فقرات باللغة العربية وفقرات أخرى بلغة أخرى كالإنجليزية مثلا في بعض الأحيان تظهر مشكلة وهي أني إذا أردت إضافة كلمة ما أو تصحيح كلمة ما في الفقرات التي باللغة الإنجليزية فإن اتجاه الكيبورد يكون عربيا كما تلاحظ فعلي تغيير اتجاه لوحة المفاتيح بالضغط على الاختصار الشهير Alt Shift ثم علي ضغط نفس الاختصار مرة أخرى عند العودة إلى الفقرة العربية للكتابة وهذا أمر مربك في حال كسرته وتكراره بفترات متقاربة يوجد في برنامج Word خيار رائع في حال كان مفعلا يريحك من هذا الأمر الذي فيه ضياع للوقت تصل إلى هذا الخيار من قائمة File Options Advanced Automatic Switch Keyboard to Match Language for Surrounding Text الآن يمكنك التنقل بين الكلمات العربية والإنجليزية وتصحيحها أو تحريرها أو إضافة جمل أو كلمات جديدة دون الحاجة إلى تغيير اتجاه لوحة المفاتيح هذا الخيار يطبق على مستوى برنامج Word فقط يوجد خيار مشابه له في Windows وهو مفيد جدا أيضا يمكنني من أن أحتفظ باتجاه لوحة المفاتيح لكل نافذة على حدة مثلا يحصل كثيرا لدى المترجمين أن المترجمة يكتب على برنامج Word أو أي برنامج آخر باللغة العربية لكنه في نفس الوقت يكتب على مستعرض الإنترنت أو أي برنامج آخر باللغة الإنجليزية ويتنقل كثيرا بين البرنامجين فمن المفيد له والحال كذلك أن يفعل هذا الخيار في Windows أضغط بالزر اليمين على رمز اللغة الكيبورد في شريط اللغة في شريط المهام وأختار Settings أو خيارات ثم أختار Advanced Keyboard Settings أو خيارات لوحة المفاتيح المتقدمة وأقوم بتفعيل هذا الخيار Let me use a different input method for each app window الآن يمكنني الكتابة على Word مثلا باللغة العربية وعلى مستعرض الإنترنت باللغة الإنجليزية والتنقل بينهما دون الحاجة إلى الضغط Alt Shift في كل مرة إن أعجبك الفيديو اضغط لايك وشاركه في صفحاتك إن كنت من محبي برنامج Word اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات أبدي رأيك بهذه الميزة أو اسألني أي سؤال عن Word بالتعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة